نهاركم سعيد مرة تانية الحد 5 إبريل 2015 حد الزعف ونفحات دخول الربيع ومنشتات عنوين النهاردة كمان هنتابعها معاكم ومع الصحفي الأستاذ محمود الجنزي الصحفي بجريدة الشروق نهارك سعيدة محمود نهارك سعيدة منشتات وعناوين صحافة اليوم نبدأها مع جريدة الوطن وخبر بيقول السيسي يمهد للتدخل البري في اليمن من الأخبار السيسي بيقول لنا نتخلى عن أشقائنا ونتحرك لحل سياسي في اليمن من الشروق حالة 48 إخواني إلى المحاكمة بتهمة قتل ميادة أشرف من المصر اليوم الجيش يواصل سقر الشهداء تصفية 50 تكفيري بشمال سيناء من المصر اليوم أيضا محلب رئيس الوزراء يطلب سرعة تنفيذ مشروع الطرق من الشروق وزير الأوقاف بيقول نفتتح عشرة مساجد أسبوعيا ولجنة لمنع المتطرفين من اعتلاء المنابر من الوطن الأقباط يحتفلون اليوم بأحد الزعف وسط إجراءات أمنية مشددة ومن الشروق آخر خبر معنا قصور الرئاسية تعيد مبارك ونجلي إلى قفص الاكتهام نهارك سعيد مرة تانية صاحب أستاذ محمود الجندي من جريدة الشروق وأول خبرين الحقيقة هم اليوم علاقة بتصريحات الرئيس السيسي بارح الألو الخاصة في معظمها عن حرب اليمن لكن الخبر الأولاني أنا يبدو لي أنا من الوهلة الأولى أنه رأي مش خبر يمكن زي ما قلت صحيح أنه المنشط السيسي يمهد لتدخل بار في اليمن الرئيس لم يتحدث في المؤتمر الصحف اللي كان عقب الاجتماع اجتماع المجلس على القوات المسلحة لم يتحدث بشكل محدد وواضح عن تدخل باري في اليمن ما قالش ده نهائيا يمكن يعني أنا حتى كمان طلعت الوطن وحاولت أشوف يمكن فيه تفصيلة غابت عن الصحف المصرية بوسائل الإعلام لكن حياملتش أي معلومة جوة متنة للتقرير بتتحدث عن تدخل باري في اليمن هو استنتاج للصحيفة طوهل ده صحفيا يعني مقبول يعني طبعا لا اللي يكتب منشط رأي ومنسوب إلى رئيس الجمهورية أو السيسي ومهد لتدخل باري نحن نتكلم على معلومات التقرير لم يتضمن معلومة دي لكن الرئيس تكلم في المؤتمر الصحفي عن حماية الأمن القوم المصري وحماية العرب اللي هو من أمن مصر ولما تطرق إلى التدخل باري في اليمن وقال أننا ناخد طريق الحل السياسي في كل الأزمات وبما يجنب مصر ويجنب كل الدول العربية أي خسائر وأن الدم المصري يغالى عن دولا يكرر تجربة زي الستينيات وفيه حسابات مختلفة وفيه حسابات دقيقة لتدخل اللي بيحصل فيه الأمامة وفيه وضع سياسي مختلف وظرف تاريخي أيضا أكيد فما ينفعش المقارنة بينهم ويمكن ده كل وسائل الإعلام بتتكلم عن نتائج الاجتماع لو كان مخصص ليه منقشة ما يحدث في سيناء وتطورات الوضع في سيناء يمكن رئيس أشاد بجهود الشرطة والقوات المسلحة هناك وطالب تعزيز التواجد الأمني وتكسيف التواجد الأمني والدقة خاصة في حدودنا مع ليبيا طالب أن نشدد من عندنا مشكلة عندنا ليبيا مفككة وتنقل لنا جزء كبير من المشاكل حدودنا طبعا لكن هو كمان الرئيس مبارح أكد الحقيقة في حديثه أكتر من مرة لن نتخلى عن أشقائنا ونتحرك لحل السياسي في اليمن لن نتخلى عن أشقائنا دي تكرار أكتر من مرة في سياق حديث رئيس يعني نشوف نتقرها إزاي الناس يعني طول عمرها بتقول لا العرب يجب أن يتحدوا لازم يكون لهم موقف والرئيس السياسي بيعمل ده بيحاول يعمل ده بيحاول يجمعهم وبحاول يكونوا إحنا قتلوا أحد ده أي خطر بيهدد أي دولة عربية وبالتالي أي خطر هدد أي دولة يعني إحنا أمة في قطر هو لخص المشكلتنا في أن إحنا أمة في قطر وده حقيقي وبالتالي إحنا متكاتفين مع بعض إذا كان في مشكلة في اليمن هنتكتف ونحلها كدول عربية إذا كان في مشكلة في أي دولة تانية هنتكتف ونحلها مع بعض هنسلكوا الطريق السياسي ولو احتاجت أي دولة الدعم المصري أكيد هكون موجودين لأن إحنا كلنا إحنا مرنا بظروف يمكن هو كمان تحدث عن ده إحنا مرنا بظروف وما كانش حد يعرف نقلات البترول دي بتجنى من أن الدولة وكانش حد يعرف كل هذه المعلومات لا في دول كثيرة كانت بتقف معنا في بعض الثورات أنا نفسي أنا بس عايزة أقول حاجة ليه علاقة بالمصريين اللي في اليمن فيها جماعة مجموعة كبيرة من المصريين موجودين في اليمن سواء في الصمعاء أو في عدن ومحبوسين هناك ومش عارفين يخرجوا من هناك والسفارة أفلت والكنسولية أفلت فبرجوكو المصريين اللي هناك دول أعتقد اللي احنا طبعا لن نتخلى عن أشقائنا بس كمان أولاد بلدنا يعني كمان لن نتخلى عنهم محبوسين هناك مش عارفين يطلعوا ما فيش طيران الطيران واقف المطيرات وقفة بقالهم من أول الضرب يعني مهددين بشكل غير عادي هم وسط النار فبرجوكو يعني انقذوا المصريين يعني لن نتخلى عن أشقائنا وأبنائنا الحقيقة أولى كمان بالشفاعة يعني بالمعروف وصلت أمس من بيبقوا عدوا الحدود أعتقد بس الناس اللي مش معدية بيعملوا إيه في تنسيق الناس بتتكلم الناس اللي وصلت بالفعل قالت انه هما بيشكروا جهود الخارجية لكن بيقولوا ان في ناس كتيرة فعلا يعني نشكر الخارجية الحقيقة ونشكر البلد كلما يرجعوا الحقيقة يعني هما لازم يعني احنا بنطالب بتكسيف ده وانه يتم التعاون بحيس ان احنا رجع كل الناس اللي موجودة هناك يعني عن طريق فيه ناس جاءت عن طريق الحدود سلطنة عمان وفيه ناس قدرت يعني تعدي انت عارفة طبعا بتبقى لها ناس بتقدر تخرجك من البلد زي ما كنا بنشوف في ليبيا فيه ناس قبائل وفيه غيرهم بيقدروا يخرجوك من البلد مقابل مبالغ مالية بس احنا محتاجين يعني اذا كنا عملنا ده مع ليبيا مثلا وكان فيه مشاوطة مع القلال ليبيا لا وما ينفعش يتسابوا الناس يعدوا الحدود الوضع صعب هناك ونحن مش قادرين نعرف تفاصيله ايه لانه مش بلدنا فنحن مش عارفين ايه اللي بيحصل الوضع مرعب يعني بتصور الشروق بتقول احالة 48 اخواني الى المحاكمة بتهمت قتل ميادة اشرف ميادة اشرف طبعا دي شهيدة الصحافة الله يرحمها سقطت في احدى تظاهرات تظاهرات عن شمس يعني كانت أسناء تقديت عملها وتم حالة مجموعة من المتهمين 48 اخواني في بتهمت قتلها وطفل واحدى المسيحيات ويمكن في مجهود للنائب العام بيبزلوا في ان القضايا اللي شغلت راجع عام مكسف الشغل فيها جدا شفنا شاماء الصباغ وحالة احد الضباط المتهمين بقتلها وميادة اشرف عندنا ملفات مفتوحة الناس بتتساءل فيها دايما ايه ما صار دول الناس دي دمها فرقة بتميد يمكن نقبل عام بس الاحالة دي جديدة يعني الاشخاص اللي وحيلوا للمحاكمة دول يعني دي حاجة جديدة ولا هم نفسهم من وقت القضية دي مجموعة التي تقبض عليها أثناء الاشتباكات وكانت تحمل سلاح وتم حالتهم للجنات بعد يعني ثبتت الأدلة عليهم زي ما تبعنا التحقيات وزي ما بقولك دي هو بيحاول يجاوب أو يعني يثبت من تورط فيه هذه الجرائم وده شيء كويس إن احنا مش قضية خلصت أو قضية عدت عليها فترة فانا نساها لا الناس بتسعل على القضاء دي وده كويس إن يكون فينا بعمل مهتم بالتحقيق ومهتم من أنه يقتص لهؤلاء طبعا الجيش يواصل لسقر الشهداء وتصفية خمسين تكفيريا بشمال سيناء إيه الوضع في سيناء دلوقت خاصة أن فيه حادث كان قليم جدا من يومين يعني خلينا نتكلم أنه بعد قرار القيادة المشتركة في سيناء فيه تحسن نسبي للأوضاع الأمنية هناك نحن كنا نشوف كل يوم أو كل يومين ثلاثة فيه استهداف للمجندين والرجال الشرطة والجيش آه طبعا نقول لك منها ده بدأ يختلف الفترة الأخيرة طبعا الهجوم ده بيقول أن لسه ما زالت فيه يعني هذه الجماعات المتطرفة تملك زمان مبادرة بعض الشيء مش هنقول بشكل كامل زي ما كان من فترة مضت لكن لسه ما زال عندها أن هي تقدر تعمل ده وجمان احنا بنقدر بنرد يعني عندنا خمسين تكفير مبارح ويعني ده كان رد قاسي وعلى أول مرة سقطوا في الكمين كانوا كامل كانوا يعني يعني رقم طبعا ما كان نشتعبير كان حوال 16 مش عدد صغير يعني مش عدد قليل هو طبعا فكرة أن يسرقوا عربيات إسعاف أو عربيات خزانات مياه وغيرها ويقتحموا بها كمين هي دي الفكرة اللي هم بها استخدمها جماعة المتطرفة دلوقتي تم إحباب بعضها ليقزة المجندين يعني شوفنا الخزان بتاع الماء اللي كان مستخدم فيه كمية هائلة وكان بقتحم معسكر في العريش وتم التعامل معه إحنا محتاجين اللي يقزة وفي نفس الوقت بنقوم بدور والقوات المستحبة تقوم بدور هناك مهم جدا لا يمكن نحن نغفل ولا نقول أنهم ما بيشتغلوش لا هم بيشتغلوا بجد وملاحظين كمان أنه العامات الإرهابية بدأت تقل مبارح تم استخدام الطائرات في 16 لأول مرة في قصف مواقع اللي يتحسن بها هؤلاء المتطرفين هذا حاجة مهمة ده متغير هم يعني عندنا تكسيف ضهم هم طبعا بيحاولوا يعني في النهاية في مقاومة نتمنى إن شاء الله أنه الفترة الجاية يكون أمور أهدة في سينا إن شاء الله رئيس الوزراء يطلب سرعة تنفيذ مشروع الطرق إيه مشروع الطرق المشروع القاومي للطرق ده تقريبا القوات المسلحة اللي بتنفزه لا لا بتنفزه وزارة النقل فيه أجزاء منه بتنفز بالاشتراك مع القوات المسلحة يعني عندنا مثلا توسيع الطرق السويس عندنا الطرق الدائر الأقليمي يعني اللي بنحاول خلاله نحل أزمة الدائر القديمة اللي نحن عارفين بتاع المرج والسلام والمناط دي فيه مشكلة بس في الدائر الأقليمي في خصوص أراضي ونزع ملكيات رئيس الوزراء تكلم في اجتماع مجلس الوزر مبارح مع وزر نقل الإسكان أنه صرعوا خطوات نزع ملكية وتعويض الأهالي يتم الاتفاق مع الأهالي على تعويض مناسب بحيث لا يتعطل هذا المشروع ويكون في خلال المدة الزمنية المحددة يعني لا تكلم عنها مبارح في الاجتماع لكن في جداول سابقة تحطت للمشروع وبالتالي هم عاوزين يعجلوا بالتنفيذ ويعني إذا كان في مشاكل نزع ملكية أو غيره يشوف تتم بالتشار مع الناس وبالتراضي مع أصحاب الأراضي اللي هيمور فيها الطريق الدائر الإقليمي وعشان ده في حاجة لها علاقة بشركات أجنبية مثلا داخلها في المشروع لا ده مشروع عبل مؤتمر الاقتصادي كلها شركات مصرية يعني مهم أن يكون في حد بيراقب أداء الوزراء ويكون متابع المشكلات ويحاول يحلها ويضغط لدينا دايما في مصر لو أنت بشواقف على رأس المسؤول أو الوزير أو المواصل أو أي حد ما حدش بيشتغل وكويس أن الرئيس الوزراء لهم في اكتماع الأسبوع الجاي عشان نشوف عملته إيه يعني هو أديهم فرصة أسبوع يتحركوا في حال قلت بمناطق أي يعني بالضبط دائر القريمي دي المنطقة اللي فيها مشكلة في منطقة بنها اللي بيمر فيها الطريق فيها أراضي نزع بالكاو بس بس مفيش الموضوع يعني مشروع لا مشروع يوش من طرق تانية زي بيقولك توسع الطريق السويس وتطويره في عدة مشروعات تانية مختلفة وزير الأوقاف بيقول نفتتح عشرة مساجد أسبوعيا ولجنة لمنع المتطرفين من اعتلاق المنابر وده موضوع أصبح يعني أهمية سياسية أيضا يعني رئيس الجمهورية تطرق للموضوع ده بتاع بتغيير الخطاب الديني والالتفاة لوسطية الدين والحاجات دي كلها فأكتر من حديث الحقيقة فوزير الأوقاف بتقول إيه بقى وزير الأوقاف لها موقف ضد كل يعني كل من له خلفية يعني فيه خطب ومتطرف بيدعو للعنف احنا شفنا كان عندنا الفترة اللي فاتت أي حد بيطلع أي منبر ويقول أي كلام هو عايزه وبيوجه الناس وبيحشد الناس لأي اتجاه هو ممكن وزارة الأوقاف قدرت أن يتحجم ده ويبقى اللي هيصعد المنبر هو خريج أزهر أو المتخصص واللي معها تصريح من الوزارة مثال كل خريجين الأزر هم وسطيين يعني أستاذ محمول يعني خلينا نقول أنه فيه ناس بتطلع تكفر نايف برضه طبعا بتعمل لهم اختبارات يعني منعا لاستخدام المساجد فيه أمور سياسي أنت هذا مكان دعوة فاتكلم في الدين كما تشاء لكن ما تحاولوش المنبر السياسي وأن أنت تتكلم فيه أشياء يعني هزافرها عندنا مشكلة يمكن هو يتكلم على ده ويقول كمان نحن المساجد عندنا مساجد تفتتح يعني عشر مساجد أسبوعيا وفي تطوير المساجد القديم يعني فيه اهتمام كامل بالمساجد من حيث الدعوة ومن حيث الحالة الإنشائية والجديد منها وترميم على بعض الآخر الوزير صارم شوية أو نقدر صارم شويتين في موضوع الدعاء بيعمل لهم اختبارات صارمة وما بيعدش منهم إلا من يتم التأقن أنه هو رجل دعوة ورجل دين فقط رجل علم يعني رجل علم الناس محتاجة تفهم معلومات دينية مش عايز تقعد تسمع الناس بتزعق في ودنها ولا بتخوفها ولا بتكلم في السياسة ولا حاجات يعني عايزين يعني رجل الدين يعلم يعني يقول لي معلومات عن دين يعني صح ولا لا كلامك مصبوط وإحنا يمكن الناس بتهرب من السياسة وانشغالهم بالسياسة بيرايح مثلا نصلي الجمعة ففجأة عن دين أكيد الأقباط يحتفلون اليوم بحد الزعف وسط إجراءات أمنية مشددة إيه شكل الاحتفال على فكرة رحته تحت والله رحته رحته في وظيعة طبيعي كل سنة هم طيبين طبعا وأنا أتمنى الاحتفالات تمر على خير ما يكونش فيه أي أحداث تتعكر صفو هذه الاحتفالات وكان فيه تنصيق ما بين الكناس وما بين مديريات الأمن في المحافظات لتجديد التواجد الأمني بيتم إغلاق الطرق أو الشارع التي تكون فيها كناس أو الطرق الموديل الأديرة وتعزيز التواجد الأمني تفتيش للمتردين منعا لحدوث أي عمليات إرهابية أو غيره أنت عارف أننا مستهدفين من كل الاتجاهات يعني على السياسة ماشي مستهدفين دينيا ونسا عاوز تعمل فتنة ما بين المسلمين طبعا عندنا مشكلة كبيرة جدا وإن شاء الله تمر بسلام وأعتقد الوزير الداخلية يعني من ساعة ما جاء فيه تغييرات بتحصل فيه الحقيقة فيه تواجد أمني وخطة أمني وشد عليهم وهم بكونوا موجودين في الشارع هيا بتحصلش حاجة يعني مما بينزلوا يعني من أكبر زابط الأصغر زابط بكونوا موجودين متواجدين في الشارع البلد بتبقى زي الفل بتحل كل مشاكلها من مرور الأمن غيره الحقيقة دي عن تجربة فيه مثلا على سبيل مثال في القاهرة ما بكونوا موجودين في الشارع الحاجة تختلف تمام أكيد أكيد طيب القصور الرئاسية تعيد مبارك ونجليه إلى القفص للتهم هو ده مشكلة خلصة قضية الرئاسية لا القصور الرئاسية كانت القضية المستمرة بعد خلاق سبيله في قضية المتظهرين يعود للمحاكمة فيهضار 125 مليون جنيه استخدام أموال الرئاسة في تطوير أو قامة إنشاءات خاصة ونجليه على جمال وعلاء يمكن قضية تأجلت لإستماع مرافعة النيابة وتقديم مستندات جديدة يعني الناس أملها أن يكون فيه المرة دي يعني يعني نشوفوا حكم يكون فيه حاجة وقعين الموسى في كل هذا الكامل منها القضايا اللي في الآخر النظام نظام طبعا النظام قدر حتى بعد ما خرج من السلطة قادر أنه يخرج من جميع القضايا فيه ناس كثيرا عنده إحباط الحقيقة من كل يعني طبعا هو القضاء في النهاية بيحكم بما لديه ورق هم واضح أنه كانوا مستدفين ورقهم بشكل جيد جدا وبالتالي وفيه فترة طويلة عدت بعد الثورة ما بين الثورة ما بين الأفضل كان ممكن فعلا في حاضرة المتظهرين تحدثين كان ممكن النظام جماعة الإخوان كان ممكن ياخد فيها خطوات إذا كان جاد في حكاية القصص لكن لأسف عدت الموضوع نام وبالتالي ضعت الحقيقة وضعت القصص طبعا فترة طويلة ما بين الاثنين ربنا المنطقم طبعا طبعا عندنا ممكن ناخد تختار لنا خبر من عند حضرتك شوف أي خبر أنت تحب تختار شوف نحن سايبين لك الحرية الثاني مهاردة يوم بريك اهو عندك أي خبر من أي نوع يعني ممكن عندنا نتكلم على تعديل شرط الإسكان الابتماعي آه ده يعني طبعا هو تم تعديل القوانين بتاعته بحيث أنه يتم ضم أكبر شراحة من محدود الدخل الحصول على ده غير موضوع الأراضي غير الأراضي ده مخصوص المستثمرين ما فيش مشكلة هي الاثنين مرتبطين بالمناسبة خبر وحد خلينا في الهم الناس طبعا أنه تعديل كان عندنا مشكلة دايما ما بين صندوق أو اللي بتقدم حجز شقة منه وحدات الإسكان أنه عنده مشكلة مع صندوق التامويل العقاري فعدم انتبق الشروط يعني نتكلم مثلا أنت حد أقصر للأسرة 2500 جنيه لو أنت تقبض وزوجتك 2500 وواحد جنيه ما بتاخد الشقة دي ولكن غير مستحق عشان عندك جنيه زيادة في جموض في التعامل لا احنا محتاجين هل أطلعه وغير مستحق عشان هو بياخد 100 جنيه زيادة عن اللي أنا طلبه لازم يكون فيه مساحة الناس يتحرك فيها زي ما أنا هدي لأقل من 2500 جنيه برضو هدي بالنسب الأعلى من 2500 جنيه هي تمت عدلة 3,000 جنيه للأسرة وده رقم بالمناسب برضو رقم يعني تغير رقم من 2500 ل3000 ل3000 للأسرة و2500 للأعزب برضو داخل الأسرة لايمكن تكون أسرة عندها أولاد ودخلها 2500 جنيه أو 3000 جنيه برضو محتاج إذا كنت عاوز أخدم فعلا الناس مع ده الدخل يبقى أعلي شواء فيه أقل من كده لكن في النهاية فيه شريحة كبيرة جدا فرنج مثلا هنقول 4000 جنيه الزوج والزوجة بيشتغلوا فأنت كده حرمتهم أن هم يحصلوا على واحدة سكنية هم في النهاية مش قادرين يجيبوا من الشركات خاصة أن الشركات بتغالي جدا في أسعار الوحدات السكنية تبقى تكلفة لها متوسط وهما بيرفعوا بيضعفوا المكاسب بشكل رهيب بيرهق الناس عندنا كل يوم معنات عن وحدات سكنية موجودة في كل مكان لكن لحدش يعرف ياخد الوحدات يبدور على الحكومة طيب الأراضي الأراضي يمكن وزارة الإسكان كان بيتكلم بارح فيه خبر سنجيبه دلوقتي حالا أهو الحكومة الإسكان ستطبق شروط أرابتك على الشركات الخاصة الإسكان وزارة الإسكان بتقول الحكومة ستطبق شروط أرابتك على الشركات الخاصة واستثناء أربع مدن جديدة يعني الوزارة بتقول أنه الشروط اللي استفاد بها أرابتك الشركة الإماراتية اللي بتنفذ مشروع المليون واحدة أنه هيتم توصيل مرافق مقابل عدد ملوحات السكنية بتاخدها الدولة بتوزع لمحدود الدخل وأنه لا يتجاوز مساحة الشقة 120 متر يعني الإسكان بتقول أن الشروط اللي حنتفقنا عليها مع أرابتك لا تخص أرابتك فقط ولكن سيتم بتعمل على جميع الشركات التي بتعمل في المجال العقل بس المهم تبقى الشروط كويسة وتبقى تصميم كويسة وأنه أرباح الشركة بتزيدش عن 7.5% من تكلفة المشروع يمكن هم بيعمل لو كلفته 40 ألف جنيه أو 30 ألف جنيه فبيبيعها 130 ألف جنيه فمكسب ضخم ده بيوريك الناس وبيخلاش في العرف تاخد طبعا وبعدين شبابي وبعدين تلاقي الشقة مثلا 63 متر 270 28 ألف جنيه آه إيه زي يعني ونصف تشكين وليس تكفيش أسرة وبأي حالي من الأحوال دي لأنه يحتاجي غيرها للأسف عندنا كان 63 متر تنفع في فترة من الفترات لكن دلوقتي تنفع على ستوديو أو تنفع على الحفظ يعني مثل أن تنفع أسرة أنا بحلها الواحد بيتجاوز هو لأو لسه بتزوج حديث لكن للأسف أنا بعقل المشكلة أنه بعد كده هميحتاجي غير 63 وستين دي يخرج في حاجة أكبر فأنا عملت المشكلة دي أنا صنعتها أنا حلتها له مؤقتا لغاية بعد ما ينجي بطفل أو اتنين وبعد كده بتبقى عندي أزمة جديدة تانية لازم بدور له على شقة تانية وبعدين كان المقصود بها الفكرة دي أول ما طلعت هي تتعامل شواء للشباب وتتعامل بتكلفة محدودة جدا تتعامل حوائط حملة حتى عشان ما تبقاش مكلفة وحاجات زي كده دلوقتي بتلاقي أفعار التكلفة يمكن بحدود 30 ألف جنيه شقة كلها لما تنتهى أقصتها دلوقتي احنا بنشوف أرقام غريبة ما قلنا بين 260 و300 ألف جنيه شقة 63 متر وهتستلم بعد كم سنة يعني لا محتاج الشركات الخاصة محتاج رقبة من وزارة الإسكان ومحتاج يكون عين الدولة عليها لأنه للأسف في وحدات سكنية كثيرة جدا لكن للأسف ما فيش حد عندهم ما زالت قزمة الإسكان هم كل الشركات دي عندك أي حاجة تقول هتنش في اليوم البريك عشان مرسي جدا أشكرك صحفي أستاذ محمود الجنزي صحفي بجارة الشروق ونهارك سعيد نهارك سعيد فقراتنا لسه متواصلة معك وراجعين بس بعد الفاصل